موسيقى موسيقى ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة ما ذكرناه سار صلاح الدين عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعلوا فأشاروا عليه بتخريب عسقلان ما شاء الله على هذه الاستشارة لكن هذا هو سلاح العاجز فأشاروا عليه واستشارهم فيما يفعل فأشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له قد رأيت ما كان منا بالأمس وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلوننا لننزاه عنها فينزل عليها فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكا ويعظم الأمر علينا لأن العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى دخولها وحفظها فلم يجبه أحد لا حول ولا قوة إلا بالله هذا صلاح الدين القائد الفاتح لا أحد يستجيب له لا القادة ولا العسكر ولا الناس التفت ماذا يجيب الناس؟ ما هو عذر الناس؟ كيف واجه الناس؟ القائد صلاح الدين لاحظ يقول فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس لماذا يندب الناس؟ لماذا لا يندب العسكر؟ يقول فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى دخولها وحفظها فلم يجبه أحد فلم يجبه أحد إلى ذلك وقالوا إن أردت حفظها فادخل أنت معنا لا تترك الأمر على ولد الخايبة اذهب معهم أيها الرئيس أيها الوزير أيها الشيخ أيها الزعيم أيها العالم أيها البرلماني أيها القائد ادخل معهم أو ليدخل بعض أولادك معهم يقول وقالوا له إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار وإلا فما يدخلها منا أحد لألا يصيبنا ما أصاب أهل عكا اقرأوا عن سلاح الدين وماذا كتبوا عن سلاح الدين وعن ارتباط الناس بسلاح الدين وحب الناس لسلاح الدين وإطاعة الناس لسلاح الدين وبذل الناس لأرواحهم وعيالهم وأموالهم من أجل سلاح الدين وأمام سلاح الدين وفداء لسلاح الدين واستجابة لأمر سلاح الدين وطاع لأمر سلاح الدين هذه هي الحقيقة وصل الحال إلى ما وصل إليه أقول سبحان الله انظروا إلى ما واصل إليه حال صلاح الدين فصار يستجد الجند فلا مجيب ويستجد النصر فلا مجيب فيستجد الناس لحماية المدن فلا مجيب بل يجد الرد العنيف منهم الكاشف عن اليأس الشديد الذي وصلوا إليه بسبب الحروب المستمرة التي لا طائلة منها ولا مكسب فيها للناس غير القتل والتشريد وخراب البيوت غير القتل والتشريد وخراب البيوت وإبادة المجتمعات من أجل مكاسب دنيوية للسلاطين والأمراء لست أنا من أقول قبل قليل الناس قالت واحتجت على صلاح الدين قالت له إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار وإلا فما يدخلها منا أحد لألا يصيبنا ما أصاب أهل عكا ومن هنا جاء الرد عنيفا وبكل وضوح من الناس إذن هذا هو اليأس الشديد الذي وصلوا إليه بسبب الحروب المستمرة التي لا طائل منها ولا مكسب فيها للناس غير القتل والتشريد وخراب البيوت وإبادة المجتمعات من أجل مكاسب دنيوية للسلاطين والأمراء ومن هنا جاء الرد عنيفا وبكل وضوح من الناس اليأس المكسورة المنهزمة نفسيا قبل الهزيمة العسكرية يكمل ابن الأثير فلما رأى الأمر كذلك سار إلى عسخلان وأمر بماذا ما هو الحل ما هو السلاح صلاح الدين فاتح القدس وبيت المقدس والمقدسات ماذا فعل صلاح الدين يعجز عن حماية المدن والناس والأهالي وبلاد الإسلام بل يخرب البلاد يقول وأمر بتخريبها فلما رأى الأمر كذلك سار إلى عسخلان وأمر بتخريبها فخربت تاسع عشر شعبان وألقيت حجارتها في البحر وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره أموال الناس هذه أموال الناس أين ذهبت ذهبت هباء منثورة يقول وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره وعفية أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع وانتهى الأمر تنبيه البطل الفاتح الملك الناصر محرر القدس يعجز عن حماية مدن الإسلام فيضطر لتخريبها ومحويها عن الوجود سابت